أنا خلالت ضد عظم الإمام الفاسد وعملت على إسقاط عظم الإمام الفاسد ووضعت يمه في هذا الشيوع والمعثي وحتى الملحل ما في المشكلة في إسقاط 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 عمال المشكلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد في الليمادي حملة شعواء من جماعة الإخوان المسلمين بمختلف أطيافها وجنيحتها كسرورية جناح عبد الحيوسف ومحمد عبد الكريم وعلى الدين الزاكي وغيرهم وباقي الناس المعاهم الجزولي وكذلك بغادي جماعة انصار السنة المحمدية وغيرهم قاعدين يقولوا يا أخي أنتوا يا سلفيون يعني نحن في شقية الصف المفروض الآن يتوحد كلنا ضد العلمانية الهاجمة هاجمة شرسة ضد الإسلام ونحن نرد على الكلام ده وإن كان الكلام ده يعني التعاون بين المسلمين بيجوز بل واجب لكن بشرط إذا كانوا المسلمين رجعوا للمنهج الصحيح الذي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ربنا لمن أمر بالتعاون ما قالوا تعاونوا بس خلاس كده على البر والتقوى ما قالوا اعتصموا وتعاونوا ساكد إنما لما قالوا تعاونوا قال على البر والتقوى والبر والتقوى التقوى يعني المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولما قالوا اعتصموا قالوا اعتصموا بحبل الله وبحبل الله يعني بدين الله اعتصموا بحبل الله يعني بدين الله جميعا ولا تفرقوا فالاعتصام والتعاون ما يكون إلا بين أصحاب المنهج الصحيح اللي هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام أما تعاون بين أصحاب منهج الصحيح وبين أهل البدع ده باطل ولا يمكن لأهل الحق يتعاون مع أهل البدع والضلال لنصر الدين أبدا لأن ربنا نص على الكلام ده في القرآن فقال الله سبحانه وتعالى وما كنتم اتخذ المضلين عضوضاء وذي أوضح الآيات في القرآن هو من أوضح الآيات على حرمة التعاومة للبدع وفي قراءة أيضا قال تعالى وما كنت يعني يا محمد يا رسول الله متخذ المضلين عضوضاء إلى غير من الآيات الكثيرة في الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان وناس يحدثونكم بأحاديثة لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم وهم أهل البدع كما نص العلماء قال فإياكم وإياهم إياكم ده تحزير منهم تحزرهم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم ولا يضلونكم واتفق السلف جميعا على حرمة التعاون مع أهل البدع في شيء من أمور المسلمين طيب النقطة الثانية إنه الأخوان المسلمين دل بالذات كانسرورية ولا غيرهم ولا كيزان ولا أخوان مؤتمر الشعبي ولا غيرهم ولا أنصار سنة ولا غيرهم النازل الناس كذابين لأنه كل ما يضعفوا ويكونوا ضعيفين بيطلقوا الشعار ده يقول لك شعار الوحدة الإسلامية شعار اللحمة الإسلامية ولا بد نجتمع اجتمع أهل القبلة ده ما لا نصر الدين هم بيقولوا ده ننصر الدين لكن كذابين وده ثلاثين سنة ما نصروا دين الغرض من الكلام ده إنه يتقوه بينه أشان يرجعوا للسلطة ويدون شلو تجدعونا ده خلاصة الموضوع فالنازل الكذابين ما صهدقين لا بد تعرف المعلومة دي ما عندهم أي مشكلة الأخوان المسلمين مع الشوعية ولا مع الإلحاد ولا مع البعثيين ولا مع العلمانين ودكم الليلة أدلة واختم بها وهذه كافية جدا واحد ده أكبر منظر الآن عند الإخوان المسلمين فيما يسمى بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون وهو تيار إخواني جمع بين الشعبيين أدبع الترابي قباحه الله وبين جماعة عبد الحيوسف ومحمد عبد الكريم السرورية وبين الكيزان وبين غير من طوائف الأخوان المسلمين الكثيرة الآن في المقطع ده جزول يقول أنا خطيت يدي أنا بجيب كلامه بالخلاصة أنا خطيت يدي في يد الشيوعي والبعثي وحتى الملحد ما في مشكلة لإسقاط هذا النظام الفاشي النظام البشير هو ما عنده عداوة لظام البشير والبشير كان صديق والكلام ده معروف وهذا له أشياء معروفة يعني والإعلام موجود وكتب والآخرين ده ما در نجيه والكلام ده لكن المقطع ده جماعة بدل على إنه جماعة ده ما عنده مشكلة مع الشهوعين ولا مع العلمانين البعثيين ولا مع الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وهذا سمعته بشحمه واللحمه قالت كلامنا الدليل الثاني أيضا والأدلة كثيرة من الواقع الناس عارفينها لكن ديهم باب الذكرى الدليل الثاني هذا الكتاب كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي وده من أكبر وأعظم شيوخ ومنظري حزب الإخوان المسلمين وطبعة البيان البيان دي اللي بتظهر مجلة البيان المعروف حقة السرورية المهم الزولة قال نهنا كإخوان مسلمين ما عندنا مشكلة نتعاون مع العلمانين ذاته ده من أكبر منظري جماعة الإخوان المسلمين في الصفحة رقم 278-279 قال تحت عنوان التحالفات المرحلية مع بعض الاتجاهات العلمانية المسالمة وشوف اللولوة لما دارت حالة يقول لك لدي العلمانين مسالمين لما نبقى ضعاف يقول لك لا ونتوحد ضد العلمانية هما ما عندهم مشكلة مع الملاحدة ولا مع العلمانين طيب قال الأصل هو قطع الموالات والمودة مودة مع كل من لا يقبلون بسيادة الشريعة والالتزام المطلق بأحكامها جملة وعلى الغيب إلى أن قال ولكن المصلحة قد تقتضي في مرحلة الإصلاحات الجزئية التنسيق المرحلي مع بعض الاتجاهات العلمانية المعتدلة لإمضاء أمر هو محل قبول من الناس كافة قال لك المصلحة إذا اقتضت مصلحاتهم مصلحة جماعة الإخوان المسلمين إذا اقتضت المصلحة إنه تعاون مع العلمانين ما بمشكلة لكن بس قال لك لما نتعاون هذا بيسموه مع علمانين علمانية شنو قال علمانية معتدلة وكلمة علمانية يعني لا ديني غير أخروي كافر بالدين الإسلامي فأنا أتعجب من علماني يعني كافر بالإسلام يكون معتدل إنسان كفر بالإسلام وعاد الإسلام يكون معتدل كيف يا جماعة الإخوان المسلمين لكن دا لهم من دارين تلولوا وأصلا هم ملولوين بيسووا الكلام دا يبقى الخلاصة حزب الإخوان المسلمين ما عندهم مشكلة مع الملاحدة ولا مع الشويعين ولا مع العلمانين ثم نستيار نصرة الشريعة دا لذاتهم ثالثا نقول لهم إنتوا الآن معاكم المؤتمر الشعبي ناس الناجي عبد الله ودى مؤتمر شعبي دا ودى الترابي المدلل دا الفريقهم شنو من الشيوعين والعلمانين دا رفهم بل الشيوعية أضلة لكن الشعبين أدبع الترابي أخطر على المسلمين لأن دا الكفر بتاعهم وأنا باقصد عقيدتهم كفرية أنا باقصد العقيدة أما الناس دا موضوع تاني الكفر بتعاقيدة المؤتمر الشعبي بتاع الترابي بحاول يغلفوا باسم الدين أما الشعيدي واضحة ما في ذول بمشلاء إلا الزولة اللي عنده شهوة فرجة أو شهوة بطن أو الأخير مال لكن دا بيغلفوا باسم الدين ودال عندهم كفريات يمكن تكون ما عنده كثير من باقي التنظيمات الأخرى العلمانية واحد بنكر عزب القبر ونعيمه اثنين بنكر نزول المسيح عيسى بن مريم ثلاثة بنكر خروج الدجال كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متواترة كثيرة وعزب القبر حديث متواترة ونزول المسيح حديث متواترة بنكر علامة الساعة الكبرى والصغرى كله بنكر آيات من القرآن الكريم زي ما أنكر الترابي قال ما في حاجة يسمى دابة معين ربنا قال في القرآن الكريم أخرجنا لهم دابة من الأرض الترابي قال الكلام دا كذب كلام ربنا فلا يمكن انت تقول لي ذا المعانا شأننا حارب العلمان إذا نازل كالضابين هدفهم الأخوان المسلمين يصلوا للسلطة يصلوا للسلطة بأي طريق بأي طريق وبأي كذب وبأي نفاق شأن كده وجب التحذير منهم ولا يمكن لجماعة الأخوان المسلمين والمعاوم نزعبد الحي وغيرهم لا يمكن لهم أبدا انه ينصروا دين في يوم من الأيام وكانوا ماسكين البلد تلاتين سنة ما نصروا الدين ولا تلات دقائق بل خزلوا الدين بل قلعوا المساجد من أهل السنة والجماعة المساجد شاء الله منا يشيلوا الجامع من إمام حابص لكتاب الله يدعو إلى العقيدة يدعو إلى التوحيد إلى إفراد الله بالوحدانية يركب فيها صوفي يستغيث بغير الله صوفي معلق له حجاب وهو شرك بالله عز وجل فكيف ينصروا دين يا ناس ناس بيحاربوا الدين هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعليه صلى الله عليه وسلم